السلام عليكم. اليوم حبينا نتكلمه على واحد الفندق اه راهوا اه تقريبا في نهاية الاشغال يقعوا بالجهة المقابلة اللي جامعة الجزائر الكبير. وهذا الفندق اه يعتبر استثمار خاص. اه استعمل ويعجبني فيها طريقة التغليف الواجهة. التغليف الخارجي للفندق. وهذا يعطي اضافة عمرانية جيدة للمكان. ويساعد في تجميل المحيط العام من المدينة. ويستعمل هذا المنشأة تستعمل مادة هي مزيج من البلاتر والاسمنت. ومقوة بالياف بلاستيكية وناباتية لتجعل العنصر المغلف تشعله يقاوم اه الوقت. وتعتبر هذه المادة مقاومة للامطار وهي عازلة. تقاوم كل الازاكريسيون تاع الوقت تاع عبر عبر السينين. وهي اه تنتج عن طريق اه برماجيات اه رقمية على الكمبيوتر. تدخل المقاييس انتاع العناصر التاع التركيب. وتنتج اه ثم تركب اه حبا حبا حتى يطلع الافاصة الواجهة تطلع بكل سهولة. وتمد نتيجة التي جاء رائعة من ناحية الفينيش من تاع البناء. وشكرا.